الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد من مشروع تعميم المعرفة في حق الإحصاء الاستدلالي هذا هو الدرس السادس تحت عنوان الفرعي هو نظرية الحد أو النهاية المركزية نون نون ميم سنترل لمت ثيرم أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبة التطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ نظرية الحد النهائية أو المركزية نون نون ميم سنترل لمت ثيرم سي أل تي ذكرنا في المقاطع الأولى عن نظرية الاحتمال والإحصاء الاستدلالي وقوانين الاحتمال بأن النظرية الإحصائية تحتوي عددا غير قليل من التوزيعات الاحتمالية probability distributions أي القوانين الاحتمالية التي تشرح ظواهر طبيعية واجتماعية متعددة من الأمثل على قوانين الاحتمال ذو الحدين binomial distribution والمنتظم uniform distribution والطبيعي normal distribution وتي توزيع تي student t distribution وبريتو وما شابه هذه التوزيع سواء كانت متقطعة عن script أو أنها continuous التي هي مستمرة أو متصلة سأقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى نظرية الحد المركزية أو نظرية النهاية المركزية نون ميم ميم من غير إثبات رياضي بسبب طول الاشتقاق المطلوب وهو ما سأفرد له مقضعا خاصا في المستقل القريب بإذن الله تعالى من الأهمية بمكان أن نذكر بحقيقة علمية مهمة وكثيرا ما نلجأ إليها في الاستدلالات الإحصائية وخاصة في حق النظرية للإنحضار البسيط والمتعدد اللي هم نسميها إحنا simple and multiple regression theory وهي متعلقة بالتوزيعات الاحتمالية ومفاد هذه الحقيقة أن التوزيع النهائي للسلسلة من المتغيرات العشوائية المستقلة والموزعة توزيعا متشابها مهما كان نوع ذلك التوزيع سيقول في النهاية إلى التوزيع الطبيعي أو ما يسمى normal distribution كلما تعاظم حجم السلسلة أو العين العشوائية التي نتحدث عنها مثال لو أخذنا على سبيل مثال تجربة رمي حجر النرد لمرة واحدة النرد هو بلغة أهل الشام حجر الزهر حجر الطاولة فتجربة رمي حجر النرد لمرة واحدة الآن إذا أجرنا حصلنا على التوزيع المنتظم المتقطع المبين في القانون التوزيع والشكل الآتيين هذا هو قانون التوزيع الآن احتمال probability of X احتمال X أن تأخذ إحدى القيام التالية X تساوي إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة احتمال أي قيمة من هذه القيام يساوي واحد على ستة سدس لأن لحجر نرد ستة أوجه فعندما نرمي الحجر بيظهر عندي في الأعلى وجه واحد فيحتمل أن يظهر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة احتمال أي واحد منهم يكون يساوي سدس الآن الشكل البياني للتوزيع المنتظم المتقطع القيام على المحور الأفقي قيام X يعني الاحتمال إما بتكون إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فاحتمال أي واحد منها هذه الأرقام الموجبة والكاملة إنتجر احتمال أي واحد منها يساوي سدس سدس فالآن أرجو أن تتنبه إلى هذا المثال البسيط ننتقل إلى مثال آخر واستكمال له طبعا لو رمينا حجرين أو حجر واحد لمرتين وحسبنا مجموع العددين الذين يظهران لحصلنا على نتاج الآتية إذا احتمال أقل يعني مجموع عددين بيكون اثنين لو واحد زائد واحد وأعلى احتمال بيكون اثنى عشر اللي هو أفضل على مجموع رقمين بيكون اثنى عشر لأنه ستة زائد ستة فاحتمال اثنين أو اثناش يساوي واحد على ستة وثلاثين لأنه إذا رمينا الحجر مرتين أو حجرين لمرة واحدة سنحصل على ستة وثلاثين احتمال ستة وثلاثين احتمالا فهذه الاحتمالات اثنين أو اثناش ثلاثة أو احداش احتمالها اثنين من ستة وثلاثين أربعة وعشرة احتمال يعني الوجه يكون حاصل مجموع الوجهين أربعة وعشرة يساوي ثلاثة على ستة وثلاثين المجموع يكون خمسة أو تسعة أربعة ستة ثلاثين المجموع ستة أو ثمانية خمسة عسل ثلاثين وأخيرا المجموع يكون سبعة بساعة واحد عسل ثلاثين وليس هناك احتمالات أخرى وبالتالي احتمال صفر فهذه الاحتمالات الممكنة فقط لا غير تمثيلها البياني المفاجئة بأن الآن اختلف التوزيع الاحتمالي ودالت التوزيع هنا اختلاف شديد عما ذكرناه قبل قليل بعد إذن سأرجع إلى المقطع السابق وهو الآن احتمال واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وخمسة وهذا الشكل الآن أما عندما نرمي الحجر مرتين أو حجرين لمرة واحدة حصلنا على هذه الاحتمالات اختلاف شديد والتوزيع وشكل البياني باختلاف اختلاف شديد فالوسط كان سبعة وإلى يمين السبعة هذه القيم وإلى يسار السبعة هذه القيم بالاحتمالات المبينة أقلها واحد على ستة طبعا هنا وأعلاها واحد على ستة أقلها واحد على ستة وهكذا حتى نصلى أعلى قيمة اللي هو سبعة بالحالة هذه واحد على ستة نستكمل كلما طبعا استكمال مثال كلما زاد عدد الرميات أو عدد أحجار النر لمرة واحدة توهن التقطع في شكل التوزيع وأخذ بالاقترام من توزيع المتصل ما يسمى هذا التوزيع المتصل أو الذي يأخذ شكل الاتصال يشبه التوزيع الطبيعي كما في الشكل الذي يبين الآن هذا الشكل يبين توزيع ذا الحدين بعدد التجارب التي أجراها الباحث عن يعني حتى حصل على هذا الشكل البياني 15 مرة باحتمال النجاح 50% ما يعني أنه احتمال الفجر 50% من تجربة برنوري اللي طبعا عدد أكثر من تجربة يعني تجربتين فما فوق بصير بالحالة هذه الحدين فهذا الشكل الذي ظهر من هذه التجربة تصوروا الآن هذا الشكل تقريبا طبيعي رغم أنه متقطع كثير كثير حصلنا عليه من 15 تجربة فكيف إذا كان 50 أو 100 أو 1000 بره طبعا كلما زاد حجم أن كلما اقتربت هذه المستطيلات من بعضها البعض حتى تصبح تقريبا خطوط مستقيمة ومن ثم إذا كان عدد أن لا نهائي يصبح التوزيع الطبيعي 100% نكمل ما ينسحب على التوزيع المنتظم متقطع ينسحب على أي توزيع احتمالي ففي النهاية تقول العينات المسحوبة من أي توزيع إلى التوزيع الطبيعي إذن العينات المسحوبة من أي توزيع تقول إلى التوزيع الطبيعي من أجل توزيع ذلك دعنا نقوم بالتجربة الآتية وأرجو الانتباه إلى هذه التجربة على بطاطتها لكنها مهمة جدا لنفترض أن لدينا مجتمعا إحصائيا يتكون من أن تساوي ثلاثة مفردات هذه المشاهدات هي أكس تساوي اثنين أو ثلاثة أو أربعة اثنين أو ثلاثة وأربعة يكون توزيع المفردات قبل إجراء أي شيء كما يأتي اثنين ثلاثة أربعة فقط لا غير الآن يبلغ متوسط المجتمع الحصائي وأرجو أن تنتبه لما يقال الآن وفيما بعد عفوا يبلغ متوسط المجتمع الحصائي وتباينه كما يأتي الآن هذا الآن متوسط المجتمع الحصائي ميو أو أكس تساوي اثنين زائد ثلاث زائد أربعة مقسم على ثلاثة ويساوي ثلاثة تسعة مقسم على ثلاثة ويساوي ثلاثة وهو القيم المتوقعة للمتغير عشوائي X الآن التباين وأرجو أن تتذكروا هذه القيم تباين المجتمع الإحصائي تباين هذه القيم Sigma Square of X ساوي القيم المتوقعة اللي حاصل المربع بين X و Mu of X مربع طبعا ويساوي القيم المتوقعة للمربع X مطروح منها مربع المتوسط ويساوي فاصل 6667 تذكروا هذه القيم بأهمية ذلك نستكمل لنأخذ الآن عين عشوائي متتالي بحجم 2 من أين نأخذها من هذه القيم الآن مع الإعادة سنأخذ الآن عين عشوائي بحجم 2 من هذه القيم مع الإعادة يعني إذا أخذنا 2 أول مرة وعدنا الاثنين إلى المجتمع الإحصائي هذا ربما إذا أخذنا العين الثانية مرة ثانية ربما تظهر 2 ثانية مرة فالآن ربما تظهر 2 اثنين 2 ثلاثة 2 أربعة ممكن تظهر 3 2 3 3 4 ممكن تظهر 4 2 4 3 4 4 وهكذا فالآن لنأخذ عين عشوائي متتالي بحجم أن تساوي 2 مع الإعادة فتكون العينات المسحوبة ونتائجها كما في الجلوة الآتي الآن لاحظوا لي 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 4 4 إذا حسبنا متوسطات هذه المتوسطات يعني حاصل الجمع قسمنا على 2 حاصل الجمع هنا قسمنا على 2 حاصل الجمع وهكذا حتى آخر واحد حاصل الجمع قسمنا على 2 نحصل على المتوسطات الآتية 2 2.5 3 2.5 3 3.5 3.5 4 نراحظ بأن أوساط أو المتوسطات العينات تأخذ قيمة مختلفة أقلها 100 ساوى 2 هنا 100 ساوى 2 اللي هو متوسط مجتمع المتوسطات متوسط مجتمع المتوسطات أقل متوسط بيكون 100 ساوى 2 وأعلاها 100 ساوى 4 وقد تكرر المتوسط 100 ساوى 2 مرة واحدة نحن المرة واحدة و 2.5 100 ساوى 2.5 تكررت مرتين هذه 2.5 وهذه 2.5 ليس أكثر الثلاثة تكررت 3 مرات هذه الثلاثة هذه الثلاثة هذه الثلاثة متوسطات 3.5 تكررت مرتين هذه 3.5 وهذه 3.5 وأخيرا 100 ساوى 4 تكررت مرة واحدة ولا هم من كل ذلك بأن شكل توزيع المتوسطات تغير من مجرد عدد واحد مقداره 100 ساوى 3 في حال التوزيع الأصلي كان المتوسط ساوى 3 لكن عندما الآن أخذنا العين العشوائية إلى تسعة أوصات حصلنا عليها مثل ما هو موضح الآن هذا الآن التوزيع 2 ظهرت مرة واحدة الأربعة ظهرت مرة واحدة 2.5 ظهرت مرتين 3.5 ظهرت مرتين وال3 ظهرت تحلات مرتين فالتوزيع لو كان عندي الآن المجتمع أكثر من ثلاث مفردات 2.3.4 أكثر منها وأخذنا عينات عشوائية بحجم 2.3.4 وهكذا فإن التوزيع يقول إلى التوزيع الطبيعي إلى التوزيع الطبيعي نستكبل يبلغ متوسط هذه المتوسطات التي ذكرتها متوسط هذه المتوسطات يبلغ الآن كما يلي X bar اللي هو متوسط الكل يساوي هذه القيم قسمها 9 ويساوي 27 على 3 ويساوي 3 إذن متوسط المتوسطات يساوي متوسط المجتمع هذه حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن أدهاننا كباحتين إذن متوسط المتوسطات يساوي متوسط المجتمع أما تباين توزيع المتوسطات التباين the variance of the distribution of the means الآن variance of X bar تساوي sigma squared تباين المجتمع مقسم على حجم العينة وتساوي 0.6667 مقسم على حجم العين 2 وتساوي 0.3333 ما يعني الآن هذه الحقيقة الدامغة رغم أن توزيع المجتمع الإحصائي قد أخذ شكل المستطيل rectangular إلا أن توزيع متوسطات العينات يشبه التوزيع الطبيعي ويتركز حول وسط المجتمع كما ذكرت قبل قليل الميوت ساوي 3 وتباين هذا التباين اللي هو فاصل 3 3 3 3 وهو أقل هذه الحقيقة الرائعة وهو أقل من تباين المجتمع الأصلي بمعنى آخر بأن تباين العينات العشوائية ومتوسطات العينات العشوائية هو أقل من تباين المجتمع الأصلي نظرية الحد المركزية تترخص نظرية الحد المركزية في المقولة التالية عند سحب عينات عشوائية متكررة من أي حجم ومن أي توزيع مهما كان هذا التوزيع له متوسط اللهم ميو وانحراف من عياري سجما مهما كان قيمتهما فإن توزيع متوسطات العينات يكون توزيعا طبيعيا تقريبا ليس 100% ليس بالمطلق لكن يكون توزيعا طبيعيا تقريبا وكلما زاد عدد وحجم العينات اقترب توزيع أوساطها من التوزيع الطبيعي الآن لننظر إلى هذا الرسم الآن توضيحي هنا الآن حجم العينة N9-1 حجم العينة N9-5 نلاحظ كيف التوزيع اختلف وتغير بشكل كبير هنا N حجم العين يساوى عشرة الآن حجم العينة أصبح عشرين فعندما انتقلنا من N حجم العين يساوى 1 إلى خمسة انتقلنا من هذا الشكل إلى هذا الشكل اللحظة هنا التماثل وعندما انتقلنا من N5-5 إلى N10-10 نلاحظ أن التوزيع امتد إلى اليمين وإنه يسار لكن التماثل الآن بدل ما يكون حول قيمتين متشابهتين الآن حول قيمة واحدة متشابهة والآن حول قيمة واحدة متشابهة طبعا من N10-10 إلى 20 لكن الامتداد إلى اليمين وأخذ شكل التوزيع الطبيعي تقريبا فلنتخيل الآن عندما أن تكون سبعين وألف وهكذا حساب المتغير العشوائي طبيعي في نظرية النهاية المركزية أو الحد المركزية حساب المتغير العشوائي طبيعي Z في نون نون ميم هناك ثلاث حقائق تستند إليها النظرية إليها وليس إليها إليها أولا أول حقيقة القيم المتوقع للمتوسط العينة يساوي متوسط المجتمع القيم المتوقعة لمتوسط العينة تساوي قيمة متوسط المجتمع وهي حقيقة مهمة جدا جدا وتساعدنا على فهم ما يسمى بنظرية الحد المركزية إذن هذه القيمة متوقعة لمتوسط العينة وهذه متوسط المجتمع الإحصائي أما تباين العينة داريانس داريانس أو أكس بار اللي هو طبعا سيغم سيكوير لأكس بار تباين العينة عشوائية متوسط عينة يساوي تباين المجتمع مقسم على حجم العينة تباين المجتمع مقسم على تباين العينة العشوائية وهذا يعني بأن لانحراف المعيار لمتوسط العينة يساوي حاصل قسمة الانحراف المعيار للمجتمع مقسم على الجذر التربيعى لحجم العينة أي معنى آخر خذنا الجذر التربيعى لهذه القيمة كلياتها تباين المتوسط العينة هذا الآن تباين المجتمع حجم العينة وهذا هو الحراف المعيار للعينة زي اللي هو المتغير عشوائي الطبيعيزية يتم حسابه كما يأتي متوسط العينة مطروح من متوسط المجتمع مقسم على الانحراف المعياري للعينة أو متوسط العينة أو الانحراف المعياري لمتوسط العينة نعم فهذا المتغير المعياري الآن من خلال نظرية الحد المركزية مثال على النظرية مثال استخدام نون نون نيم في حساب الاحتمال الذي يقول التوزيع الطبيعي لنفترض بأن تجربة رمي حجر النرد قد أجريت 180 مرة قدينا حجر نرد ورميناه 180 مرة وكنا ندون العدد الذي يظهر على وجه الحجر ما هو احتمال الآن السؤال ما هو احتمال ظهور العدد خمسة ل 25 مرة أو أكثر الآن الجواب بيكون كما يلي نفترض أن أكس ترمز إلى عدد المرات التي يكون فيها العدد الظاهر 5 إذن المطلوب هو احتمال أكس تكون أكبر أو تساوي 25 وتساوي بالحالة هذه واحد ناقص احتمال أن تكون أكس أقل من أو تساوي 25 هذه حسب التوزيع الطبيعي وحيث أن احتمال ظهور العدد خمسة لمرة واحدة هو سدس احتمال عندما نرمي الحجر مرة واحدة يكون احتمال ظهور 5 يساوي سدس فاحتمال فإن احتمال عدم ظهور العدد خمسة هو خمس أسداث لأنه هنا احتمال مكمل هذا الحدث وهذا الحدث المتم فتكون أكس في هذه الحال موزعة حسب قانون ذو الحدين أكس موزعة حسب باينومي بمتوسط مقداره أن بي حجم العينة في احتمال النجاح وتباين مقداره أن بي كيو حجم العينة في احتمال النجاح وإحتمال الفشل حيث طبعا ميو أف اكس اللي هو متوسط المجتمع الاحصائي في هذه الحالة يساوي أن في بي حجم العينة مضروب في احتمال النجاح يساوي 180 ضرب 3 ويساوي 30 أما تباين 180 حالي هنا بيكون NPQ يساوي 180 ضرب 3 ضرب 5 أسلال يساوي 25 الجذر التربيعي يساوي الجذر التربيعي بيعطينا تباين العين بيكون الجذر التربيعي 25 يساوي 5 إذن احتمال X تكون أقل من 25 احتمال هذه أقل من 25 يساوي احتمال تكون Z أقل من 25 ناقص 30 اللي هو عندي X اللي افترضناه هنا X خمسة 25 طبعا 25 مرة ما تروح منها متوسط المجتمع يقسم على الإحراف المياري للعينة ويساوي بالحالة هاي احتمال أنها Z تكون أقل من سالب واحد لأنها 25 سالب 30 يكون سالب خمسة سالب خمسة يقسم على 5 يساوي سالب واحد فاحتمال Z تكون أقل من سالب واحد سالب واحد ما تروح منها احتمال Z يكون أقل من سالب واحد ما يعني الآن الاحتمال هو 84 و13 بالعشر بالمية الآن هذا التمثيل بياني هنا عندي قيم X هنا طبعا ممثل على شكل Z فZ هنا أقل من سالب واحد وبالتالي احتمال المرار حسابه هو إلى اليمين له الاحتمال تكون X أكبر من 25 لأن هنا ما احتمال ظهور العدد خمسة لـ 25 مرة أو أكثر وبالتالي عندما ترجمنا هذا العدد و X إلى المتغير العشوائد المعياري الطبيعيزي فالاحتمال مطلوب حسابه إلى اليمين بما أن هذه القيمة كانت بالجدوى الاحتمال فاصلة خمسة عشر ثمانية سبعة فبكون بالحالة هاي الاحتمال هنا إلى اليمين هذه القيمة تساوي أربعة وثمانية فاصلة ثلاثة عشر وهو الذي حصلنا عليه مثال آخر لنفترض بأن التجربة التي أترونيها قبل قليل أجريت لـ 4320 مرة فما احتمال ظهور العدد خمسة بين 750 مرة أو 700 مرة أو 750 مرة يعني احتمال أن هذا العدد يظهر بين 700 إلى 750 مرة فالاحتمال بكون كما يلي احتمال أنه تكون X أكبر من أو تساوي 700 لكنها أقل من أو تساوي 750 حولنا هذه القيم إلى متغير Z وبالتالي بتكون احتمال كوسعي وخمسين ناقص المتوسط مقسم على الجذر التربيعي للتباين اللي هو النحاف المياني أكبر من Z لكن هاي أكبر من هذه القيمة فبتعطيني هذه القيمة من الجدول الاحتمالي إلى الجدول Z للمتغير طبيعي Z نحصل على القيمة التالية اللي هو بتعطيني قيمة P 1.2245 أكبر من Z أقل أن هذه سالب وهاي موجبة ما يعني الآن من جدول حسابات التوزيع الطبيعي ما نجد أن الاحتمال مقابل هذه القيمة هنا مطروح منها هذه القيمة فبعطيني بالأخير الجواب النهائي 68.27% التمثيل البياني هكذا هذه القيمة Z أكبر من عفوا سالب 813 سالب يعني فاصل 813 وهنا الآن احتمال اللي هو 1.222 أقل منها ما يعني بأن المساحة مطلوبة بين الخطين هنا المتقطعين الخضر وبالتالي بيكون 68.27% المقطع القادم شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون عن اختبار الفرضيات Hypothesis Testing يليه المقطع الذي سيكون عن أول درس في الاقتصاد القياسي Echnometrics ونظرية الانحدار البسيط والمتعدد Simple and Multiple Degression لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى